اليوم أثار جدل كبير حول قانون نزع الجنسية المعارضين شافوا أنفسهم كل واحد رأوا حط البوست قالوا أنني المستهدف أنا هو المستهدف وأنا هي واضحة أنه يتتعلق بالناس اللي عايشين في الخارج من هم الناس اللي عايشين في الخارج؟ نكونوا شوية بلا أنا أعلم بأنه قانون الجنسية الجزائرية لا يجرد الجزائري اللي جنسيته أصلية من جنسيته لا يجرد من قبل القانون اللي تجرد الجنسية المكتسبة اللي عدة أسباب ذكرها القانون في المدى 22 وكذا وحتى في المدى 18 كي هناك اللي يتنزع الجنسية انتعارها ولكن أن تجرد الجنسية الأصلية لا يوجد هذا الأمر الآن حسب هذا القانون أنا الحقيقة قبل ما نبدأ في هذا الموضوع أن السلطة الآن في ظل هذا الظروف تفتح منف الجنسية أعتقد بأنه ليس في أولي مش وقته لما الدولة تستقرر هناك أولويات أهم من قانون تجريد الناس من الجنسية من ناحية القانون الدولي أنا كموقفي أنا شخصيا أنا أرفض تجريد أي إنسان من جنسي إذا أجرم لاحقوا كين قوانين أعمل له ملف حقيقي قوي ملف قضائي كين لنتربول كين أشياء كلها لكن تجريد إنسان وخاصة إلى ما عنده جنسية أخرى وتخليه يعيش بلا جنسية مما يؤثر على أبناء الذين هم لا ما يجب أن يتحملوا ذنب والده أنا أعتقد بأنه هذا يتنافى مع القانون الدولي أنا ضد تجريد أي إنسان من جنسيته مهما يكون مهما إجرم أجرم أنتماء إلى تنظيمات إرهابية نلاحق ولكن عندما تختار هذا الوقت يا إخواني اختار هذا الوقت لأنه هناك الشارع يغلي هناك أزمة تعيشها الجزائر أزمة هو صحيقة بين السلطة والشعر جيت تفتح هذا الملف أنت تزيد تعطي مشروعية الفولان وعلان اللي تقول بأنهم يحرضوا في الشارع الجزائري ضد الدولة أنت بهذه الطريقة تخدمهم أنت بهذه الطريقة تدعمهم أنت بهذه الطريقة تخلي صوتهم مسموع عندما تظل تتابع فيهم وتلاحق فيهم وكذا 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 وتصار في طبع الجزائر الثائر وطبع الجزائر اللي يخرش مظاهراته عنده مطالب أنه كل واحد تلاحق السلطة يعطيه مشروعية نعم هذه الإشكالية لنشوف فيها قائمة كبيرة 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 وأن السلطة تعبث بمعنى الكلمة أذكروا كلامي منذ فطرة طويلة عندما قلت لكم أن التبون هناك من يحفر له قبر إذن لماذا لجأت السلطات إلى المسارعة بهذا القانون المعطيات المتوفرة لدينا توحي بلا أدنى شك أن السلطات صارت تتخوف كثيرا من النشاطات التي يقوم بها بعض الجزائريين من الخارج فيما يخص معارضة الحكومة كما أن السلطات فشلت في أن تجلب هؤلاء لأن السلطات لو تدرك تماما أنها إذا أخرجت مذكرات توقيف دولية بحقهم ويمكن استيلامهم ما جردتهم من الجنسية لأنها في هذه الحالة تستطيع جلبهم لأنه إذا جردتهم من الجنسية لم يعد الجزائري لا تستطيع أن تطلبهم أمر آخر هما غطوا بالجانب الأمني فيما يخص للناس المتهمين بقضايا تتعلق بالأمن والإرهاب وكذا الموجودين في الساحل والصحراء الموجودين في ليبيا الذين سافروا القتال في العراق سوريا كذا 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 ولكن المعطيات المتوفرة لدينا تقول بأن هؤلاء ليسوا أولوية لأنهم على مدار سنوات طويلة وهؤلاء ينشطون في الساحل والصحراء وفي ليبيا وفي الشعام بيغير وغير وغير ولكنهم لم يتم تجريدهم من الجنسية الجزائرية ولا فكرت السلطات أصلا تعمل هذا القانون لكن لماذا الآن؟ ترى هل هي الأولوية؟ أجزم لكم بأنه ليست أولوية السلطة التي الجزائرية دائما تعيش هذه المشكلة عندما تحتاج شيء تأتي بشيء آخر مراحل سابقة ممكن كان هذا القانون ضروري خاصة في ظل تنظيم الدولة وما إلى ذلك من التنظيمات كان أهمية لكن الآن لماذا؟ هل مقصود هؤلاء؟ أبدا المقصود والمعطيات تتحدث بأن هناك أسماء يراد تجريدها من جنسيتها الجزائرية ما هي الفائدة؟ هذا حتى تقول السلطات الجزائرية بأن هؤلاء ليسوا جزائريين وليس من حقهم التدخل في شؤون جزائريين هذه عقلية الذباب الإلكتروني عندما يأتوا إلى أناس ناشطين يعارضون النظام أنت لست جزائري قبل يقولوا عندك جنسية مزدوجة وعندك جنسية أجنبية أنت تقيم في الخارج أرادوا أن يضيفوا إضافة جديدة للذباب الإلكتروني حتى يقولون هذا مش جزائري هذا مجرد من جنسية جزائرية وليس له حق يتكلم في هذا الشكل هل السلطة بهذه العملية ستسكت هؤلاء؟ أو أنها بهذه العملية ستضيق عليهم الخناط؟ لا أبداً ولن تضيف شيئاً بل ستزيدهم شعبية كبيرة المشكلة في السلطة أنها تحارب خصومها بدل أن تقلل من شعبيته تزيد لهم شعبية فصدور هذا القانون في هذا الظرف أغلبية ساحقة من الجزائريين قرأوه على أنه عملية فقط من أجل إسكات بعض الأسماء المزعجة هذه الأسماء التي لديها شعبية في الجزائر أمر آخر أن السلطات ستعمل على إدراج بعض التنظيمات في قائمة الإرهاب والمعلومة التي لديها حركة رشاد سيتم إدراجها رسمياً في قائمة الإرهاب وأيضاً حركة الماك التي يقودها فرحاتم هني أنه هناك مشروع لإدراجها في قائمة الإرهاب بعد ذلك يصير ملاحقة هؤلاء بتهم إرهابية لن يلاحقوهم بتهم سياسية رغم أنه حتى الإرهاب تهمة الإرهاب تم تسييسها لدى الجزائر أنا أعتقد بأنه لو كانت دولة دولة قانون وقضاء حقيقي ممكن جداً أنه هذا الأمر يحدث ولكن أولاً أنك تجرد إنسان ليست له جنسية أخرى عنده جنسيته فقط الجزائرية فهذا يتنافى مع القانون الدولي قانون الدولي يحضر أنك تجرد إنسان من جنسيته تخليه يعيش بدون جنسية أنا أرى بأن هذا التفكير غير منطقي بالمرة وأن السلطة بهذه المحاولة هي زادت الطين بل أولاً الظرف غير مناسب هناك أولويات كبرى أولويات أهم من تجريد الجزائريين من جنسيتهم أنت الآن تهدد الناس في الخارج كيف رح تخيص أن واحد يهدد الأمن القومي أو يتصل بجماعة تراها أنت مشبوهة وتدرجها في قوائم الإرهاب أو المنظمات الإجرامية في هذه الحالة رح تمنع للجزائريين كثير ما يدخلوش الأرض الوطن رح تجرد كثير بالجزائريين من جنسيتهم لأنهم لديهم مواقف مناوية للسلطة ما عليش هذا ما رح معايشين في الخارج ويهضروا من الخارج ويخاطبوا في الجزائريين من الخارج مشكلتك له في الداخل وليس في الخارج زغماتي يفكر بواحد المنطق لا أدري ما يقول بدل أنك الآن تعمل قوانين أخرى مازال قانون الانتخابات ما كانش البرلمان ما كانش التغيير مؤسسات ما كانش إصلاح صفارات ما كانش الوضع الاجتماعي متدهور الوضع الصحي باعس كل هذه الأوضاع كأن الجزائري كل أمورها بريقلا خصتها فقط إلا قوانين تجريد الجزائريين من جنسيتهم أنا ضد مطلقا تجريد أي إنسان من جنسيته إذا أخطأ حتى لو يكون أنت ما إلى أي تنظيم مشبوه يجب أن يحاسب وفق القوانين أما أنك تجرد من جنسيته فالجنسية ليست ملك النظام ولا ملك السلطات حتى تجرد منه ما كان ما تقومون به أيها السلطة والله عمل شنيع ويزيدكم غرق ويزيدكم في مواجهة الشارع الحكومة في وضع بائس يعني ما خصك يا عبد العزيز جرات إلا تديروا قوانين هذه باش تجرد الجزائريين من جنسيتهم كاين فراغات كبيرة أين الأموال التي نهبت أين استرداد الثروات أين محاسبة الفاسدين والمفسدين أين إصلاح المنظومة الطربوية أين إصلاح المنظومة القضائية أين إصلاح الجامعات أين محاربة النهب المال العام والرشوة والمحسوبية الموجودة أين أموال سنطراك أين أموال الغاز أين أموال النفط أين ذهب المصار توقف توقف لأسباب سوء تفهم سوء تفهم سوء تفهم اللي ربما يقدي بعيد لأنه ولكن سحبنا الوقت الضرفي لأنه أعتبرنا أنه أقلية الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شي اللي ما يهمش الجزائريين في هذا الوقت رأى سحبة لأنه التأوليات تأويلات آخر إحنا الجزائر قابلة ازدواجية الجنسية وكلا عنهم تلجنسيات ما أعتبر أنه من المفروض أنه تكون روح وطنية وإنسان يعني يحترم العائلة ويحترم الأصول هالجنسيات تكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للوطن وفي نسبة كيف ما شفنا بعض الجنسية بعض الدول الأوروبية مزدواجي الجنسية وشي يجيبوا البلاد هم وشكدا ما هي شيء ما نعتبرها ما نعتبرها ما نعتبرها دنبوا لا بشنا ناقب كين للضرف خلاتوا يطلب جسي أخرى كين وكل واحد ولكن احنا المساس بأمن دولة بس بهو ربما ندافعه على لأمن دولة بصفة أخرى ترجمة نانسي قنقر